موسيقى مساء الخير حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها محمود دهود ينشر بيانا يوضح فيه أسباب انسحابه من معسكر المنتخب قبل مباراة ميانمار وفي الحلقة أيضا البرازيل تخطف تعادلا بطعم الفوز من إسبانيا في سانتياجو بيرنابيو وألمانيا توصل تألقها بالانتصار على هولندا أهلا بكم موسيقى نشر اللاعب محمود دهود بيانا رسميا رد من خلاله على اتحاد كرة القدم جاء بيان لاعب نادي شتوتجارت الألماني بعد ساعات من مغادرته لمعسكر المنتخب السوري الممثل للنظام في المملكة العربية السعودية قبل ساعات من مواجهة ميانمار ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا كان اتحاد الكرة أصدر بيانا قال فيه إن دهود غادر المعسكر بعد استحالة تلبية طلباته التي نقلها وكيل أعماله دون ذكر ما هي هذه الطلبات التي اعتبر البيان أنها ستؤثر على المنتخب لنتابع سوية تفاصيل البيان الذي نشره محمود دهود اللاعب قال بالنسبة للأخبار والإشاعات في الإعلام أريد توضيح مشاعري وموقفي بصفة محترف كرة قدم ذو خبرة أعتقد بشدة أن كل لاعب يجب أن يكون قادرا على الأداء في أفضل حالاته لتكريم بلاده وعالمه ومنتخب بلاده وللقيام بذلك يجب وضع كل لاعب في أفضل الظروف الممكنة وخاصة في الملعب إن كرة القدم ذات المستوى الأعلى تعمل بمبادئ محددة يجب معرفتها واحترامها وأيضا يضيف عندما لا يشعر اللاعب بأن هذه المبادئ والشروط متطابقة والوعود لم يتم الوفاء بها فيجب عليك أن تتراجع إذا لم يكن مسموحا لك أن تكون حلا فعلى الأقل ليس عليك أن تكون جزءا من المشكلة بحسب تعبير محمود داهود وأنهى البيان بالقول نظرا للاحترام الكبير الذي أكنه لبلدي وعالمي وشعبي لن أعلق على بيان الاتحاد السوري لكرة القدم والاتهامات المزعومة ذات الصلة في يوم المباراة لكن ما هي الأسباب التي أدت لمغادرة داهود معسكر المنتخب قبل ساعة قليلة من مباراة ميانمار والتي انتهت بفوز المنتخب الممثل للنظام بسبعة هداف دون مقابل المعلومات التي يتم تداولها في عدة مواقع وصفحات محلية خال اللاعب محمود داهود زين شمدين ووكيله في نفس الوقت كان دائم الاعتراض على كل شيء بالمعسكر وكيله اشتكى من فندق المنتخب الحالي بيئة سعودية وأكد أنه غير مناسب نهائيا والغرفة الموجود بها محمود داهود لا تناسبه وكيله أيضا منزع جدا من أجواء المنتخب ويرى أن جودة اللاعبين الحالية سيئة لا تناسب محمود داهود القادم من ألمانيا بالإضافة إلى اعتياده النزول إلى أرضية الملعب أثناء التدريبات وبحسب المعلومات المتداولة أيضا ما زاد الأمور سوءا هو طلب وكيل اللاعب من المدرب هكتور كوبر بأن تكون شارة القيادة من نصيب محمود بجانب إطلاعه على التشكيل وطريقة اللاعب واختتمت أيضا المعلومات بأن كل الأمور جعلت الجهاز الفني والإداري واللاعبين مستئين بشدة من تصرفات اللاعب ووكيل أعماله وبالطبع رفضت إدارة المنتخب والمدرب جميع المطالب موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبارك عليكم وتحياتنا للمشاهدين جميعا اهلا ومرحبا بك رمضان مبارك عليك كابتن عماد من تسبب الرئيس بهذه المشكلة والبلبلة التي حصلت بين داهود وإداري ومدرب المنتخب الأنظار كانت متوجهة إلى مباراة ميانمار ولكن هذه المباراة لم يحكى عنها الكثير مقارنة بما تحدث عنه الناس ووسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن محمود داهود والأزمة الحصلة بينه وبين مندرب المنتخب والإداريين نعم استاذ ماسيمي بصراحة أزمة محمود داهود كانت التريند أكبر من المنتخب السوري وبصراحة التصريح اللي طلع من اللاهم واضح أني تصريح احترافي فيه تركيز ذهني عالي على عكس التصرف اللي تصرفوه يعني إن كان الله أكيد التصريفات اللي هبتجي من إدارة المنتخب للأعوان تبعيتهم واللي هبتتداول أكيد 3-4 لا يوجد شيء من الصحة ولا يتقبلوها العقل حتى يعني لكن اليوم الكابتن محمود داهود هو لعب احترافي على مستوى عالي احتراف عندي كبير كيف بيجي للمقر المنتخب بالمملكة العربية السعودية محافظة الخبر قبل ما يكون فيه شيء موقع ومكتوب بالنهاية أنت اليوم اللاعبين عبيجوا فيه اتفاقات من تحت الطاولة ونحن متعلمين إذا اللاعب أخذ أجر معني هو الموضوع عادي اللاعب يأخذ أجر لقاء يلعب هو لعب محترف بالنهاية لكن نحن بالحماجية تبعت العمل الرياضي اللي عنها بيطلعوا لها كل اللاعب خاين وطن وبيخبوا الموضوع وكأنه سرقة عادي كل اللاعبين منتخبات العالم بتقبض مبالغ وبتقبض دولارات لقاء لعبة وهذا ما له دخل نهائيا بقصة التخوين وحب الوطن وما حب الوطن اليوم الرياضة أحترام فاليوم اللاعب محمود دعود للأسف هو وقع بمطاب يتحمل مسؤولية بمجهة نظري مثل مثل إدارة المنتخب لأنه مو معقول التفاوض والخلافات تكون قبل المباراة بأقل من 24 ساعة يعني مدام عنده وكيل أعمال ومحترف هو مع فرع كبيرة مثل بروسيا دورتموند مثل شتوتجارد مثل بروسيا منشتقالق فمو معقول يطبوا بهذا المطاب يجوا على الدمام ويعودوا ويختلفوا ويرجعوا التمرين ويرجعوا ويختلفوا الشيء لا يتقبلوا عقل صح تصرف من الطرفين غير احترافي بصراحة لكن نحن من جهة إدارة منتخبنا متعلمين ومتعودين على التصرفات الغير احترافية لكن من جهته هو شيء غريب بصراحة نعم ومن هذه النقطة التي تتحدث عنها كابتن عماد التهليل والترحيب الكبير بهذا اللاعب عندما تم الاعلان عن الاتحاقه بالمنتخب وبعد أن حدثت هذه المشكلة ردت الفعل من نفس الأشخاص والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الأشخاص الإداريين في المنتخب اختلفت كثيرا هذا التخبط بإدارة المنتخب والمفاصل الرياضية السورية كيف يفسر؟ هو قائد هو قائد لم تكن ماي فأنت ضدي إذا لعب معهم هو صار أفضل لعب في العالم لما بيختلف معهم عن نقاط سواء كانت صغيرة ولا كبيرة فهو لعب خايا للوطن هو لعب مكان حيقدم شي ونحن يفزنا يعني هو عبارة عن شماعة للفشل إن حدث لكن اليوم تلعب مع فريق تصنيفه 162 مو بحاجة للألام وللتحويل ولل يعني أي فريق شفنا فريق غير مجهز حارس ما بيصلح يكون حارس مرمى فنتيجة متوقعة واللي بيخلينا نكون بصراحة يعني غير متفائلين هو التخبطات من هذا النوع طب كابتن عماد يعني بمنتخبات ثانية ومع لعبين محترفين يشاركون مع أندية أوروبية أقوى من شتوتجارت وأقوى من برايتون وأقوى من بروسيا دورتموند أو منشنجلاد باخ شاهدنا ذلك مثالا يعني في لعبين من القرى الأفريقية يلعبون لأندية كبرى أوروبية ويلعبون مع منتخبات بلادهم في التصفية الأفريقية وأيضا كأس الأمم الأفريقية ولا يبدون أي انزعاج مستوى من نسبة للفنادق والتجهيزات أقل من الأندية الكبرى التي يلعبون بها الأندية الأوروبية كيف يفسر هذا التعالي إن صح التعبير وأوضحت المعلومات من محمود دهود حسب البيئة تبعت اللاعب يعني اليوم يدونيك اللاعبين ممكن كانوا عايشين بوطنهم وراحوا احترفوا براء ويرجعوا بمسل الوطن اليوم محمود دهود هو يحمل الجنسية الألمانية فهو عنده خيار آخر أنه يلعب لمنتخب ألمانيا أو لمنتخب السوري مفاوضات كلنا نعرف صار لأكثر من ثلاث سنوات معه فممكن هو لما الكابتن محمود دهود صار بالنسبة له صعب تمثيل منتخب الأول منتخب ألمانيا كلاعب أخذ الطريق الثاني أنه يروح للمنتخب السوري للجنسية الثانية التي يحملها لكن كيف صارت التفاوضات كيف صارت المفاوضات كيف تم الاتفاق الشيء المقابل ما في شيء معلن كله مجرد تخمين تحزير ممكن صار حتى حتى هو لما بيطالع البيان هلأ اللي حضرتك أريته طالع بيان أنه إنسان وطني ويحب المنطقة بسوريا لكن في وعود مع هذا لو أنا ما حطر أعلق على تعليقات إدارة المنطقة بسوريا حبا للوطن هذا كلام أيضا غير منطقي صحيح هذا كلام غير منطقي مفروض يكتب الأسباب هو لاعب محترف يكتب الأسباب نحن من وين نصل للحقيقة هو لمح محمود داهود كابتن عماد وقال إذا لم يكن مسموحا لك أن تكون حلا فعلى الأقل ليس عليك أن تكون جزءا من المشكلة إلى ماذا يلمح داهود برأيك بأن لا يريد أن يكون جزءا من هذه المشكلة هو ما يلمح إلا على الاختلافات التي اتفقوا عليها فعلى ما يبدو كان اتفاقا عبارة عن هاتف أو شفاوي ولا يوجد أي ورق موسق ولما أجل الاتفاقات غير هذا أما موضوع الفندق والأمور أنا أتوقع هذه إشاعات تطلع أو موضوع يترك التمرين يطلع يحكي مع وكيل عماله اللي هو يخاله ما أعتقد لها باحترافي احترف بكل هالعندية ولعب للفئات السينية منتقب ألمانيا وللفريد تحت 21 أنه يكون ما عنده معلومة أنه ممنوع أنت تترك التمرين وتطلع تحكي ما سواء عن الوكيل ولا المرافق تبعك صحيح ولا لا فهذه مواضيع إشاعات كلها تطلع لكن هو بالنهاية في صفقة تمت بين محمود داود وبين إدارة المنتخب لم يتم الإفاء بها من إدارة المنتخب إيش هي الصفقة هل هي مادية هل هي معنوية إيش إيش الخلافات الصارد لا إدارة المنتخب تعلن عن الصفقة بشكل كامل ولا الكابتن محمود داود ووكيل أعماله بيعني عن الصفقة بشكل كامل فنحن نضل بمجرد التخمينات لكن هي فيه وعود لم يوفى بها أسر الحديث هيك بتتلخص الحكاية نعم طب كابتن عماد استقدام لاعبين من أصول سوريا وتكديسهم في هذا المنتخب إلى أي حد سينهي اللاعب المحلي على الصعيد الدولي اللاعب المحلي يعتبر انتهى بالتكديس هذا حتى التكديس عبنتم بشكل خاطئ مفروض يكون فيه هناك استراتيجية يشوفوا المراكز اللي ناقصها ويتم استقطاب اللاعبين اللي يلعبون في الخارج للمراكز اللي مو الموضوع انه انت تجيب لعبين 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 طب وبعدين فيه لعبين انت عندك جاهزين ومنسجمين مع المنتخب مثل استبعاد بغض النظر الناس تتفع وتختلف استبعاد الكابتن عمر السومة كابتن عمر السومة لعب جاهز لعب للمنتخب فيه عنده انسجام فيه ما بيعرفوا يتعاملوا مع قلب جو من نوعية عمر السومة فانت جاهز لعبين خط الوسط لمستوى عالي يقدر بل لك مو تستبعد السومة مبارا بكون كابتن حتى للأسف مدربين الأجانب اللي يجوا بتعاقدوا معنا عم نشوفهم عبارة عن مدربين متخبطين او ليسوا اصحاب قرار ما منعرف انت اليوم لعب نزله كابتن فري بعد باسبوع تستبعده خارج رجعت استدعيته يعني هذا التخبط الفني والإداري الجهاز الفني بتلاب لك أنا ما حدا بتدخل بعملي الكادر الإداري بقول لك نحن ما نتدخل بعملي الكادر الفني طب هاي التخبطات مين المسؤول عنها نعم أشكرك جزيلا شكر لاعب الدولي السابق ولاعب نادي أهلي حلب عماد حداد كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك حبيبي حبيبي شكرا في مباراة ودية دولية خطفت البرازيل تعادلا بطعم الفوز في عقر دار المنتخب الإسباني في ملعب سانتياجو بيرنابيو وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي اليورو كوفا أمريكا الفين واربعة وعشرين وقع على ثلاثية المتادور الإسباني رودري من ركلتي جزاء وداني أولمو بينما سجل لمنتخب السلساو كلون من رودريغو وإندريك ولوكاس باكيت من ركلة جزاء ستلعب إسبانيا في المجموعة الثانية خلال بطولة كأس أم أوربا الفين واربعة وعشرين التي ستقم في ألمانيا إلى جانب منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا أما المنتخب البرازيلي فسيخوض منافسات كوفا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كولومبيا باراغوي وكوستاريك وفي لقاء ودي آخر جمع المنتخبين الألماني والهولندي تحضيرا لبطولة يورو الفين واربعة وعشرين فاز منتخب المانشافت بهدفين لواحد بفضل هدف متأخر لمهاجم بروسيا دورتموند نيكولاس فولكروج وبعد أربع دقائق فقط على بداية المباراة تلقت شباك الحارس تيرشتيغن أول الأهداف عن طريق جوي فيرمان لاعب منتخب هولندا أدركت ألمانيا صاحبة الأرض التعادل بعد سبع دقائق عن طريق ميلشتات الذي أطلق تسديدة استقرت في الزاوية العليا رصاصة الرحمة أطلقها نيكولاس فالكروج في شباك الهولنديين في الدقيقة الخامسة والثمانين منحا منتخب بلاده فوزا ثانيا على التواري بعد الانتصار على فرنسا بهدفين نظيفين في وقت سابق انتهى شوط إضافي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة